الحاجة الأغرب لك أن تتخيل عزيزي المشاهد إن مبارح الكابتن عصامة مفتاح وهو بيدور على حكم بيدور على حكم بمعنى حرفيا كده بيدور على حكم لمبارات الأهلي وإنبي ومش لاقي حكم يدير هذه المباراة ليه بقى حضرتك تعالين نمسيكم واحدة واحدة كده وبالقسمة أول حاجة كابتن محمود عشور وكابتن محمود البنى الاثنين موجودين في نهاية الكونفدرالية لتلعب مبارح بالنسبة من هنق فريق نهضة بركان المغربي بالفوظ بالكونفدرالية على حسب حسب أورلاندو بيرتس الجنوب الأفريكي بضربات الجزاء الترجحية فالاثنين كانوا موجودين في الفار في هذه المباراة فمش متاحين الكابتن محمد عادل مشكلة الاحتواء فطبيعي مش صعب بقى هحكم الأهلي صعب أو لو كان قال الاحتواء دي على أي نادي تاني كان صعب أنه حكم لأي نادي تاني الكابتن أمين عمر مش أمير أمير ده أنا أمين عمر ما ينفعش تجيبه هتجيبه بعد إيه بعد خطأ الفج بتاع مانش اللي فات وبعد ما قدر مباراة لنفس الفريق لا طبعا فأدي الكابتن أمين عمر بر الكابتن محمود ناجي اللي حسب ضربة الجزاء ضد إنبي في الجولة الأولى قدام الزمالك في الدوري لو تفتكروا غير صحيحة وكان الكابتن حسام عزب حجاج كان حكم البار في هذا التوقيت ورفض أنه هو ينادي الكابتن محمود ناجي فالكلام كتير يعني في الجزئية دي فطبيعا مش هتجيب حكم أخطأ خطأ زي ده فمباريات بتحدد مصير أو مش عايز أقول بتحدد مصير لنسى شوية على الدوري لكن هي مباريات مهمة في صراع الكمة فبالتالي أنت وعندكش حكام وده ده خلل إداري كبير جداً أنت لازم ما تجيت كده تحقيقي تعاين حكام لأي مطش يبقى عندك خيار واثنين وثلاثة وياريت كمان يبقى أربعة لكن أنت وكانش عندك غير خيار واحد بس الكابتن محمد الصباحي هو حكم موارات اليوم ما بين الأهل ومبي فشايفين حضراتكم المهزلة وصلة الفين مهزلة شايفينها وصلة الفين هيفضل فيه سكوت كده من تحاد المصري كورت وقدم مستنين كوارس أكتر أخطاء أكتر لأنه بعد إحنا لسه في نص الموسم نحس الدور الأول خلصان لسه بنقول يا هادي خلص الدور الأول ونبتدي في الدور التاني مستنين إيه تاني عايزين إيه تاني وستاشر نادي بعد إنتهاء الدور الأول ستاشر نادي بعد إنتهاء الدور الأول بيشتك الحكام طيب إزاي لحد إمتى طيب ترجمة نانسي قنقر